الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2، نظام التحكم في الانبعاثات التبخرية تدفق غير صحيح للتدفق ماذا يعني ذلك؟ رمز مشكلة التشخيص DTC هو رمز مجموعة نقل عام، مما يعني أنه ينطبق على المركبات المجهزة OBD2، على الرغم من أنها عامة قد تختلف خطوات الإصلاح المحددة اعتماداً على الصنع. أدراز يشير هذا إلى أن جزءاً من نظام التحكم AVAP لم يعد يعمل بشكل صحيح يتكون نظام AVAP من العديد من الأجزاء، بما في ذلك على سبيل المثال للحصر غطاء الغاز وخطوط الوقود وعلبة الكربون وصمام التطهير وخراطيم أخرى يمنع نظام التحكم في الانبعاثات AVAP، هروب أبخرة الوقود من نظام وقود السيارة، يتم توجيه أبخرة الوقود بواسطة خراطيم إلى أسطوانة فحم للتخزين، في وقت لاحق، عندما يعمل المحرك، يتم فتح صمام التحكم في التطهير، مما يسمح بخلط السحب لامتصاص أبخرة الوقود في المحرك، يتم التحكم في تنظيف علبة انبعاث AVAP بواسطة صمام يسمح بفراغ المحرك لسحب أبخرة الوقود المخزنة من خزان الوقود إلى المحرك ليتم حرقها، بدلا من تهويتها في الغلاف الجوي، يتم استخدام مفتاح الفراغ للكشف عن وجود تدفق، في حالة تطهير أوامر PCM وراء أن المفتاح مغلق، يشير إلى عدم وجود تدفق تطهير مكتشف، يتم تعيين P0441، الأعراض من المحتمل أن لا يتم تمييز أي أعراض للسائق، بخلاف ضوء فحص المحرك المضائي، الأسباب قد يعني رمز P0441 حدوث واحد أو أكثر من الأمور التالية، مفتاح فراغ تلف خط أو علبة AVAP مكسورة أو تالفة فتح في دائرة أوامر تطهير PCM فتح أو قصور في دائرة تغذية الفلتية إلى بيرج سولينويد فوي بيرج سولينويد ريستريكشن ن اي في اي بي سولينويد، لين أو علبة التآكل أو المقاومة في موصل التطهير الحلول الممكنة PCM سيئة مع رمز مشكلة P0441 أو BDAI، أي، يمكن أن يكون التشخيص صعبا في بعض الأحيان، فيما يلي بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها، إصلاح كريسلر الشائع، استبدال مضخة كشف التسرب، إصلاح LDP التالف بخطوط AVAP أو العلبة المفتوحة أو القصيرة في دائرة التغذية بالجهد لتنقية إصلاح الملف اللولبي المفتوح في دائرة أوامر تطهير PCM استبدال التطهير اللولبي استبدال مفتاح الفراغ تقييد الإصلاح في خط AVAP أو علبة أو ملف لولبي مقاومة الإصلاح في موصل التطهير أو استبدال PCM أخرى DTC SAVAP P0440 P0442 P0443 P0444 P0445 P0446 P0447 P0448 P0449 P0452 P0453 P0455 P0456 ترجمة نانسي قنقر